اللقاح مش متوفر لللبنان بعد سفر إصابات هو وهم وبوقت لبنان جرب الإقفال التام وجرب الإقفال الجزئي وعزل إحيا وشوارع ومباني النتيجة ما زالت وحدة الإصابات إلى ارتفاع جنوني والسبب الأساسي هو نفسه المواطن المتزمر من الإجراءات الاحترازية يلي ما بيلتزم فيها وقسم كبير بعده بيقول ما في كورونا رجعنا للدوامة نفسه في إقفال عام أو ما فيه هو سؤال أصبح شبه يومي أما الجواب فبأصرب عبدة ثلاثة بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع فيما خاص جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي دع إليها فخامة الرئيس الجمهورية أكيد فخامة الرئيس الجمهورية شايف أن الوضع بده كمان معالجي فدع لها الجلسة أكيد هذه الجلسة مهمة جدا قونا ستناقش الوضع الصحي الصعب والوبائي الذي يزداد انتشارا بشكل يومي لاتخاذ القرار المناسب وخلنا ننتظر الثلاثة ونشوف الأرار المناسب اللي هل يتخذ وبالتأكيد سيكون الأرار لتحسين الاستعداد الطبي وحماية صحة الناس ولقمة عيشهم حالة التخبط والإرباك حول موضوع الأكفال التام واضحة فحتى القطاع الصحي منقسم بين مؤيد ومعارض للخطوة لما ما قدروا تطبقوا للإجراءات وما الناس التزمت ووصلت للمرحلة هذه طيب شو بتعمل يعني؟ هل تترك القطاع الصحي نهار؟ إذا نهار القطاع الصحي نهار الاقتصاد فعشان هايك نحن عم نطالب الأكفال كله أكفالتين منشان نقدر نعملها الشغلات هايدي اللي هي أسرة الكورونا ونزيدهم ونريح القطاع الطبي وكمان يكون بنفس الوقت في خطة اجتماعية لمساعدة الناس اللي مش عادلين يعني بتعرف في ناس كيل بيشتغلوا باليومي واليوم بيوم وإذا ما يشتغلوا ما بيكلوا وأنه مفروض يساعدوا لهيئات الاقتصادية بشكل أو بياخل هاي الدولة باليخل، بخوضية تبقى رائعة بس ما بيقعطوا 220 مليون دولار لسالة غزائية ليش أنه هايدي هلأ هالشهر هيدا ما بتنعطى لشغلات هايدي لأنه نحن قديم وضع صعب كتير أنا بتفهم هواجز الهيئة القطاعية والصناعية والهيدا بس أنه لولنا شو البديل بوقت فشل لبنان بيأيجاد توازن بين صحة المواطن واقتصاده الهيئات الاقتصادية كانت أكتر متضامنة وعلى رأي واحد مثل مقالة جمعية الصناعيين لن نلتزم بالإقفال لرئيس المجلس الاقتصاد الاجتماعي رأيه الخاص هل الحل هو دايما نفتح فترة ونسكر فتحة؟ لا، الحل هو بتطبيق صارم للإجراءات الكمامة من عتبة البيت لعتبة البيت مش مناطق بلتزم ومناطق ما بلتزم الدول اللي أخذت إجراءات بالإقفال التام لوقداون قامت بتحفيز القطاعات ساعدت المياومين المؤسسات الصغيرة قدمت مساعدات مباشرة فورية نحن ما قادرين طيب شو من عمل؟ لا، منحكي العملية التشاركية بين السلطة من جهة والقوى الانتاج من جهة أخرى نحن نشوف كيف بدنا نرتب هالموضوع شو هي القطاعات اللي يجب نسكر؟ منسكر الصناعة؟ وين الأمن الغذائي؟ لا بلى مسئولية فردية من التزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي لا إقفال تام ولا جزء رح ينفع فهل رح يكون القرار بكرة هو اتخاذ تدبير صارمة بحق المستهترين بالسلامة العامة؟